موسيقى اهلا بكم في حلقة جديدة من صفرة دايما كل سنة وانتوا طيبين وكل حد صاين طيب عندنا سيوم الميلاد الواقسي فالنهاردة قلت عمل لكم مكرونة سريعة بالتونة ممكن نستغرب شوية فكرة المكرونة والتونة بس هي وجبة سيومي حلوة قوي انه بتشبع المكرونة سيومي حل وفي نفس الوقت التونة من الحاجات الخفيفة اللي ما تبقاش فيها تقلل الناس اللي عندها قولون وتتعب من الحاجات السيومي فقلت النهاردة نعمل نوع باستا اسميك برضو تبقى في الاخر حاجة سيومي بس تبقى من غير ما نخسل سمك ونتبله تبقى في الاخر بتونة الكنز العادية نعمل باستا حلوة قوي تبقى في غدوة حلوة علشان الناس اللي عندها قولون انا من الناس اللي عندها قولون وبتعب قوي من الحاجات السيومي فقلت اجرب لكم حاجة انا شخصين بعملها في السيوم بتكون ضريفة جدا وسريعة جدا ما بتاخدش اي وقت معايا هقول لكم المقادير المقادير موجودة عندنا كلنا وسهلة جدا 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 عندي مكارونا بالتونة باستخدم لها مكارونا بيننا مسلوقة نص سلقة عشان هشوحة في الصوت شوية طبعا لو حد عايز سباكاتي يحط سباكاتي حد بيحب اي نوع مكارونا يحطها مش فريق لي النوع الفاستا قد نفريق لي الصوس هو الموضع كله في الصوس عندي نصف كيلو طماطم مشوية في الفورن عندي زيت زتون عندي توم مفروم عندي قرن فلفل حار عندي بصلة صغيرة مفرومة صغيرة جدا اصغر حجم بصلة عندكم في البيت انا عايزة ادي بس تاتش لتعم البصل لمسة بسيطة انا تعمل بصل في الصوس لكن مش عايزاها تكون هي الحاجة الرئيسية فلفل الوان هقطع صغير هجيب اتنين كانز تونة عندي لمونة عندي معلقة كبيرة سلسة جاهزة اتخم بها الصوس عندي كوب طماطم شاري تديني نكهة حلوة للصوس وتبقى في نفس الوقت قطع طماطم كده فتدي للصوس طعم غني اكتر الوجه بتاعي هزينه بقدونس او كرافس اللي انتو حبينه وعندي امنتان مبشور دي نوع الجبنة تحبوا جبن رومي مبشور اوكي صايمين ما تحطوش جبنة خالص يعني في الاخر الجبنة المبشورة دي للناس الفطرين الناس الصايمة مش هتحط الجبنة هتعمل كل الوصفة عادي جدا بس مش هتحط الجبنة دي على الوش طبعا الجبنة بتكون من الحاجات الحلوة مع اي باستا لما بتتحط على الوش بتديها طعم غني اكتر وبتصبط الطعم بتاعها بس لما بنكون صايمين ممكن نستغنى عنها عادي انا عملت ايه عشان نخلي الوصفة دي سريعة جدا جبت الطماطم دخلتها مع زيت زيتون في الفورن في فويل لحد لما اتشاوت عشان ما عودش اسبك كتير في الطماطم بتاعتي انا عايزة انجز الوصفة عايزة اعمل وصفة سريعة جايم الشغل تعبانة مش عايزة عودت كتير في المطبخ فانا عملتها ازاي جبت الطونة عندي جهزة وعندي الطماطم شاوتها في الفورن ممكن مسلا حد ياخد شاور يزبط البيت لحد ما الطماطم تخلص في الفورن عشان ما يسبكش كتير على النار هتطلع من الفورن هتاخد 15 دقيقة هنروح مقشرينها كده ده بيساعد ان هي ما تعودش تتسبك على النار لما بنعملها خطوة الفورن دي بيساعدني ان هي ما تتسبكش على النار كمان بتبقى كريمي اكتر غير كده بقى اهم حاجة ان هي بتديني طعم مدخن طب تزبط الطعم معاني الطماطم المتسبكة بالزاد في الحاجات اللي هي بتبقى مش طماطم سادة مش صاص سادة صاص في حاجة يعني اسماك او فراخ او لحمة دي بتكون افضل جدا من ان احنا نقصر طماطم ونقعد نسيبها تتسبك فاول حاجة هعملها حسب طبعا حجم احنا كان فرد في الاسرة بتاعتنا هنجيب الطماطم ندهنها زيت زتون بسيط جدا رشها كده زيت زتون عندي فويل تحت وادخلها الفرن لحد لما لاقي قشراها بتادي اعمل علامات صوتة بسيطة مش صودة محروقة ما سبهاش تتفاحم بعدين اروح مقشراها واعصرها ده هيخليني على النار ماخدش في التسبيك بتاعها 15 دقيقة مش هقعد اسبك فيها واسبها بقى تتهيلي بتفضل لونها فاتح وكريمي وجميل انا عشرتها وبعصرها دلوقت هعصرها عصرت خينة مش هسيبها تكون مية قوي يعني تلات دربات بالنسبة لي كفاية جدا جدا هصرها كده هي كده جهزة معي الطماطم بتاعتي جهزة هطلع فاصل دلوقتي اجيب الطونة وسخن الطاصة بتاعتي على النار عندي واق كبيرة عشان تبقى بتسيع كل الالصاص وما اضطرش ان انا هيبقى معايا حلة تاني او طاصة تاني عايزين نعمل كل الوصفة في الواق دي هطلع فاصل وارجع لكم على طول نكمل استنوني وارجع تلكم بعد الفاصل وهسخن الواق بتاعتي اهو عندي بعد دلوقتي هنعمل ايه هنحط شوية زيت زتون وزيت زتون قولنا قبل كده ان هو بيسخن مع الحاجة يعني مش بنسيبه يحدق وبعدين نحط له الحاجات زي الزيت العادي زيت زتون بنسخن معاه التوم او البصل علشان ما يقلبش طعمه ويمرر لي الوصفة كلها فدلوقتي انا هشوح تلات حاجات مع بعض وخدوا بالكم لما بنروح ننكل في فندق او في مطعم بيعمل الباستا قدامنا ما بنلاقهوش بيعد يستنى يشوح التماطم بعدين البصل بعدين التوم هو بيشوحهم تشويحة سريعة وبننبهر بالطعم لان في الاخر كلهم بيبواهدين سوا في نفس الوقت بيبقى كلهم طعمهم باين لسه مش مهري يعني حلوة الفاستا ان هي تكون مستوية بس ما فيهاش مقدار مهري كله طعمه فراش كله حاسين بطعمه الطعم قوي وباين وما فيش حاجة مهرية صيصة كده كله فراش وكل ما الفاستا تبقى لونها قوي وفاقع كده تبقى الفاستا دي معمولة حلوة كل ما التسوية بتاعتها تبقى مش مهرية وانا بقلبها تتقسم نصين يبقى اللي سواها سواها صحة عادة بقى لما بنعمل باستا هنسيبها في الصاص مش هنقدم الصاص لوحده في ناس بتقدم مثلا الصاص لوحده والمكارونة الوحده في طبقتين لو هنشوح الاتنين على بعض هنقدمها زي بتاعت برة مثلا لورات الصاص معاها الفاستا عليها على طول يبقى هنعمل ايه؟ مثلا لو انا متعودة على سواها في بيتي 12 دقيقة اعملها 8 دقايق 6 دقايق اسيب 4 دقايق للتشويح اسيب وقت للغليان مع الصاص بتاعها عشان تمسك فيه ده مهم جدا اسيب دولا يتشوحوا كده واجهز التونة بتاعتي عندي التونة اللي بتيجي من كانز العادية خالص سبيسي بقى مش سبيسي مفرومة دلوقتي فيه فتفتة فيه قطع انا بحب القطع في الباستا علشان بتكون متزياني طعم اقوى من الفتفتة بتبقى مهرية قوي فبتخلي الصاص كده مليان تونة بزيادة انا بحب القطع الوحدة وبحبها تكون مش سبيسي عشان انا عامل الصاص فيه سنة سبيسي فلو عملت مع الصاص القرن الفلفل ومعايا التونة حار هيبقى الطعم حار جدا لو احنا نعمل تونة حار نشير القرن الفلفل بتاع الصاص لو هنعملها سايدة كده زي اللي انا جايبها يبقى هنحط هنا قرن الفلفل عادي عندي التونة بجيبها وبعدين بحاول ان انا اصفي الزيت بتاعها يعني اخلي حاجة بسيطة بس عشان اعرف ان انا اهرسها لكن مش بسيب الزيت كله علشان ما تزافر ليش كمان الصاص بتاعي اهم حاجة عندي قبل ما نحطها على الصاص ان احنا نقتل اي زفارة فيها فهنحط نص لامونة كده نص لامونة ده يفرق قوي بقى ان هو يخليني الزفارة اللي في التونة تروح خالص وابتدي اعمل كده بالشوكة علشان لما انزلها كاني بحط مثلا لحمة مفرومة كاني بجهز حاجة عايزها تدوب في الصاص مش عايزة تكون قطعة واحدة كده انا عايزة الصاص كله يبقى مليان تونة مش حتة معينة طبعا دي اكلة سيامي جميلة جدا لكل الناس اللي صايمين دلوقتي سريعة جدا ممكن تتاكل كزا يوم في الاسبوع ممكن بقى نبدع يعني ممكن نزور لها مشروم ممكن نحط لها الكوين اللي هو الدرة ممكن نحط نوع خضار كوسة ممكن شوية فاصولية نسلقها ونشوحها مع التونة مع الماكارونا ممكن مرة نعملها سقعة من غير صاص احمر نعملها كده باللمون وملح وفلفل وشوية خضار وشوية زيت زتون تبا برضو نوع باستا تاني حلوة قوي عاملها لكم حلوة قوي كده انا كده شوحت توم وشوحت التماطم الشاري وشوحت البصل مع بعض كلهم دلوقتي هزود لهم ايه قبل ما زودتونا هزود قرون الفلفل في اطفال هنشيل قرون الفلفل جبنا تونة حار هنشيل قرون الفلفل عملتو زي بالزبط والتونة عادية سادة وانا ما عنديش اطفال هنا خلاصي هنزول قرون الفلفل عادي عندي دلوقتي هنشوح ده بسرعة جدا كده زي ما انتم شايفين التماطم انا اسمها نصين مفيش تماطم شاري هنقطع تماطماية مقعبات زغيرة علشان تديني نفس الجودة بتاعت التماطم الشاري هقلب كده الزيت زتون بيكون حلوة قوي مع الوصفة دي اكتر من الزبدة والزيت العادي علشان زيت الزتون من الحاجات اللي بتليق قوي مع الاسماك اكتر حاجة بيليق معها الاسماك فبيكون حلوة جدا هقلب كل ده كده وانا مش عايزة الموضع يتهري خالص عايزة السوس بتاعي يفضل لحد الاخ اللي اونه فتح هزود دلوقتي على الخليط ده التونة كده ليب هزود التونة دلوقتي عشان عايزة كله يتسبك مع بعض احنا اصلا مسبكين الطماطم اللي هي هتمزل على الخليط ده وتديله السوس والنعومة الحلوة علشان شوناها في الفرن وهتديني الطعم المدخن اللي هيليق جدا مع طعم التونة التونة بقى من الحاجات اللي لو قعدت كتير كده الواحدة على النار تقلب طعمها وتغير لونها فاحنا مش هنسبها وقت كبير احنا هنقلبها كده تقليبة واحدة قبل السوس حط دلوقتي الفلفل الوان علشان يتشوح تشويحة بسيطة مش كبيرة علشان يفضل برضو لونه موجود ويفضل مش مهري جوه الباستا دي كلها ما بيبقاش فيها حاجة مهرية بحس وانا باكل بطعم التونة بحس بتعمل الطماطم الشاري بحس بتعمل فلفل الوان بحس بتعمل بصل والتوم انا هقلب كل ده وارجع لكم بعد الفاصل نزود الصاص ونخلص الفاصل الجميلة دي استنوني ورجعت لكم بعد الفاصل واخيرا وصلت لنا استاذ زيبي معي على التليفون زيبي ازايك؟ ازايك عاملة ايه؟ عاملة ايه كل سنة وانتي طيبة وانتي طيبة حالفتي اخباري فيها الحمد لله انا كله حلو عاملة سمك بحبو عاملين النهاردة باستا بالتونة بردو بحبها بجد بتحبيها؟ اه اه انا بميل للسيفود اكتر 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 بتحبي للسيفود عاملة؟ اهه مع ان الناس قليلة قوي اللي بتفتنع بفكرة ان السيفود ممكن يدخل في الباستا بس انا بحس ان هو من اجمل حاجات لا طبعا ده بينفع جدا اكترم هو ايطالي ايه بالضبط قوليلي دلوقتي فيه يعني فيه سيوم عندنا فقوليلي يعني النفسية بقى النفسية عماتنا فقط السيوم ايه الحاجات اللي ممكن نعملها تشجعنا انه نكمل السيوم للاخر وتبقى نفسيتنا مرتاحة ايه الحاجات اللي نعملها تخلي نفسيتنا كويسة؟ اه ان احنا يعني اه يعني خلينا متفقدين اكتر يعني دايما انا احسن دايما اخر السنة الناس بتبقى متشاقمة اكتر لان بتبقى طول السنة حتى بلان معينة بتيجي على اخر السنة بتحس ان هي منصفتش كل اللي نفسها فيه بالضبط فده بيانا في حالة افتقاف شوانا على الناس وبحس بقى له تغيير الجوي يعني ان احنا اصلا جوي دلوقتي بتسحي يوم تبي حرانا ويوم بردانا بحس ان ده برضو بيأثر على نفسية الناس جدا اه مش مش بالضبط قد كده مش مش دوت اللي بيقصر عليهم قوي قد ما هو اه ان هما يحس ان هما انتاجوا او 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 يعني الجو ما تبقاش مأثر قوي اه لان فيه ناس اه بتحب السيف ناس بتحب الشيطة فمش الجو ما بقاش مأثر قوي قد ما انك انت انجزتي في حاجة او ما انجزتيش هو دوت اللي ممكن يكون دي داي اكتر ايوا فاهميك بس اه يعني ايه اللي يعملوه غير ان هما يبقوا ايجابيين فيه حاجات معينة ممكن ترفع النفسية تخليها احسن النهاردة خدينا اتفق ان فيه ناس اه بتبقى اه 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 فاقتها سلبية لناس يعني فيه ناس بتبقى اه بالبلد دي كده ادمها مش حلوة لناس انا بقول لو النهاردة كل واحد فينا اه عنده حد اه حواليه اه حس ان هو طاقة السلبية اكتر او بيديه طاقة سلبية اكتر اه يبعد عنه شوية يعني ازاي يعني شخص مسلا الناس اللي بتحكي لك دايما مسلا الحاجات السلبية اللي في حياتها بس متوركيش الحاجة الاجابية احنا النهاردة احنا النهاردة مش كلنا بنيدي طاقة اه ايجابية لبعض بس عيدك توضحي المعلومة دي اكتر بس فيه ابراج ما تنفعش مع ابراج وفيه اشخاص بينفعوش مع اشخاص فانا شايفة النهاردة لو انا مثلا بتعامل معاكي اه بتعامل معاكي وحاسها ان انا طاقة الاجابية مش جاية على طاقة الاجابية اه مش عيد انا اميزها ازاي؟ اه لا طبعا بتحسي بتحس ان اه 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 في ناس حواليكي اه دي عايزة حلقة تانية بطرحة لان انا اقولك ان اه 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 وما يبقاش فيها توم عشان انا بمركزها معاكي توم انت شبه ما عامل ايه؟ انت برجة يا ساسي؟ انا ادلو بس انا اللي انت بتقوليه ده يعني عشت قريب جدا فيه ناس في حياتي جربت ان انا اتعامل معاكي وانت حسيت كده وبعت انت عارف انا حسيت كان مش عايز اشتغل انا بحب التطبق جدا اه حسيت ان انت طاقتك قالت اه اه مش عايز اصحب بالنوم بالزبط كنت اقولك وفيه خمور وفيه طقل وبعدين كنت اقول كده للناس اقولهم انا حسى بناجاتف انرجي غريبة يعني انا انا في العادي بحب الحياة وبحب اشتغل بحب اروح الجيم بحب اهتم بنفسي فجأة بقيت مش عايزة من ايه حاجة انت دالو كم؟ السبعة اتنين اه انت دالو دالو كمان اه دالو دالو انت احسنت بتتوزعي طاقة للناس قولي لي كده؟ اه انت عندك شسافية احلامك بنتحقق يعني مبتحلاني بحياني بتشويتي حاجات بتحسي احساسك عالي اه بوزر بيكي نظرة في اللي قدامك تفحان كويس ولا وحش طيب يعني انت بتفحاني اساسا انت جوه المطبخ معانا اه جوه لان جوه المطبخ ده يكيد هنبطلعش بس فعلا انت بتقوليه ده انا جربته في 2021 بس انا بتعامل مع ناس وحس انوا موضي معهم ضرر مش حاجة كويس 2019 و2020 كنتي اه كان ربنا نور بصرات الناس كلها البعضها يعني اه عرانا كلنا البعض تحسن الناس كلها فهمت الناس كلها والناس كلها بقت عارفة اه مين اللي بيحبني ومين اللي بيحبنيش بالزفت ومين اللي قويس مين الوحش تحسن ربنا نور بصرتنا كلنا البعضين عشان اه نتعرق قدام بعضينا أو عشان كل واحد برده عشان عدينا في الظروب صعبة كل الناس عادت في الظروب صعبة فقط واحد مالهاش دعوة هو ساعات ربنا بيبقى اللي هو قادر اقولولي مرحلة ندج طبيعي زر طبيعي ندج رباني ايه فده خلانا الامور بقت كلها واضحة قدامك ان انت تختارك بس اقوليني دلوقتي يعني انا لو حسيت موضوع الناجاتف انرجي لو انا دلوقتي فيه اشخاص في حياتي بيسببولي طاقة سربية مفروض ان انا اقطع علاقة بيهم ولا اتجنبهم ولا اقلل عمل ليلة على حسب بصي لو على حسب علاقة الزيوم يعني لو هم حدوا قريب منك قوي تجنبيهم قال ليلة انك انت تشوفيهم ايه لكن لو مش علاقة الكوية طبعا نقطة ومقا سطر خلاص لكنهم ما قلوش موجودين اساسا طبو هل الناس دي بتبقى اصدع ولا دي حاجة برضو بسبب تأثير خارجي عندهم لا خلينا نتفق ان بقى السيناس في ناس بتبقى فاهمة وغالبا الابراج يعني فيه ابراج كده معينة بتلاقيها بتيجي تنجد لك بتيجي تعمل لك طاقة يعني بتيجي توابك تشتكي لك ايه شكوة بس بس ان ما ينجحوا او يحصل خبر حلو ولا بانهم يارفوك يعني فعلا اختيار الناس اللي في حياتنا في اخر السنة دايرة بتاعتنا دينا نشكلها دي حاجة حلوة انا بقول للناس كلها النهاردة لما تلاقي حد جاي عمال يشتكيني تشتكيني تشتكيني وانتي قاعدة معارب بقى ايدك او قفل رجلك شميعني؟ بتقبلش منه حاجة بتقفل على نفسك اه بس قريب من ربنا لحد ما وفي علاقة مع ربنا ممكن برضو دا يحمي من هو الحاجة السلبية دي تجده بس ما هو انتي عايشة في الحياة وحواليك ناس طبعا في تأثير خارجي قصلك طبعا طبعا في تأثير خارجي بصرق يعني ما هو انتي وبرضو الميز يعني بمركزين علاقاتنا مع الناس بتفيدنا ولا بتوادينا في الناس بمحنا عايزين في اختبارات بالزبط في امتحانات ربنا حتتحنق بيفتلنا زريف قدامنا وبيمتحننا هو بيحسدنا على اختيارات محمولة فهم اصدق فانتي لازم ربنا دينا عقلي يعني ينميز اصدق بالزبط بالزبط ان احنا الغلطة ما تتكررش النهاردة لقيت حد كل شوية يدي يشتكيلي يدي يديني تقفال بي خلاص سمعته مرة اتنين ببقاش انا حقل تجارب اقعد كل شوية سمعته لأ ممكن احاول اصعده مرة واثنين وثلاثة بس ما بضلش في الاخر خلاص انا النجدة او انا الشخص المستنفس سلمية من الناس اللي بتشتكي وبتيجي تشتكي بقوا مقفضين بس بقوا مفاهمين وقفضين ان هما يجوا وخرجوا طاقة علشان ياخدوا منك انت تتعطي معاهم في تجيهم طاقة اجابية بتحس يا سيطان انت مستنفاذة نفسيا بالزبط بتقوم يتحس ان انت عندك اشتئاب طب احنا دلوتي معنا الاستاذ فاهمي المخرج 23 سبعة اول يوم في برج الاسد يعمل ايه في حياته برج الاسد انا اش بحبه خالص ليه برج الاسد كويس لا لا انا بحبهش انت عملاتي مع برج الاسد برج صعب جدا لا عشان بص انت والاسد بتبقوا في الاوائل المتفاهمين جدا جدا بس بعد كده هو بتختلفوا لان انت عميدة وهو بيبقى عايز انت مشكلتك في الطريقة مشكلة رجل الاسد انه هو بيبدي اقتل الوقت بيبدي اوردر لا هو شوية شخص نرجاسي شوية لا هو 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 بيبقى عشان فاهم هو بس مشكلته بطريقته لكن هو لو يخشلك بالطريقة اللي بتاع جايبك الموضوع يختلف مواتين درجة هو برج حنين ومتعاون هو برج على برجك ولا برج الاسد لا برج الاسد يعني لا برج الاسد كويس جدا بس ما بيعترفش بغلطه لا هو بيهرب من الغلط عايز دايما يصحح اخطاؤه بالردود بتاعته مرسي يا دكتور انا هستنيكي بقى نعد نفضح الابرة كلها مع بعض كل حلقة كده وحنا عميني سمك دايما نكلميني حلاف التفاق هستنيكي مرسي وكل سنة انت طيبة وانت طيبة وان شاء الله فانا سعيد عليك يا رب مرسي شكرا باور عندي الباستا هنقول بقى عملنا ايه وانا بكلم الدكتور هنقول عملنا ايه تاني بقى ونرجع المقادير تاني يلا بينا هننزل المقادير دلوقتي على الشاشة وهنعيد مع بعض عملنا ايه الريحة عندي خطيرة عندي الباستا المسلوقة نص سلقة عشان زي ما انتو شفتوا وانا بكلم الدكتور قعدت شوحتها في الصاص غلط غلوة مع الصاص شوحنا مع بعض في الواق شوحنا مع زيت زيتون التوم والفلفل والتماطم الشاري والبصر وبعدين نزلنا عليهم بالتونة اللي هرسناها مع لمون عشان نقتل الزفارة بتاعتها بعدين قلبنا كل ده مع بعض اخدوا طعم بعض ادنا لهم ملح وفلفل وزودنا عصير التماطم اللي اصلا كان مشوي في الفورن فما اخدش اي سوى معايا وخلالي الباستا لحد الاخر لونها فاتح كده زي ما انتو شايفين لونها كأنه روز شوية ما دخلش في الاحمر فاتح وجميل وفراش جدا كده زودناها وزودنا معاها معلقة الصلصة معلقة الصلصة دي ادتني الطعم الحل وادتني الصمك بتاع الصاص وخلتني اللون مزبوط جدا غلو غلوة مع بعض حدت لهم المكارونا النص مسلوقة غلو غلوة تاني زودت لهم الملح والفلفل وفي الاخر خالص عشان مش عايزة يدوب نهائي زودت لهم البقدونس عشان يفضل اخضر ولونه فاتح كده دلوقتي هديها شوية جبنة بس اللي صايم ما يحطش الجبنة يخليها كده وصفة سريعة وجميلة عزاكم تجربوها وتقولولي رأيكم بقيت الشهر ده كله هنعمل حاجات الكريسمس وحاجات العزمات وحاجات كمان السيامي والكيك بقى بتاع الكريسمس والذيك الرومي والحاجات بقى اللي تكون سيامي حلوة ومفيدة يعني مش بس تكون حاجة سيامي وخلاص عايزين ناكل حاجة حلوة التونة من الحاجات اللي فيها كالسيوم حلو جدا وبوتاسيوم حلو جدا وبتقلل الضغط ومن الحاجات اللي دايما حتى لما بنروح نتضرب اول حاجة بيقولها لك كل تونة التونة من الحاجات اللي بيختلفش عليها اتنين وكمان مش غالية وجميلة ومش محتاجة غسيل وتدبيل سريعة جدا يارب الحلقة نهاردة تكون مفيدة ليكم كطبخ وكمعلومات عن الابراج جربوها وتقولوا لديكم وتستنوني في حلقات جديدة من صفرة دايما شكرا